يعطيكم العافية بننبلش اليوم بالشابتر الثالث من الورغانيك كيمستري بنحكي عن الورغانيك هالايدز هيدات الالكل اللي فيها اكس طبعا هاده مش جديدة علينا اخدناها من قبل بالالكانات حتى تفاعلاتها مرت بعضها علينا بالالكانات هلأ تصنيف الالكل الكلسافيكيشن عوف الكل هالايدز انا في عندي تصنيف النوع الاول اللي هي الكربونة اللي حاملة الالكل لما تكون رابطة بكربونة واحدة بسميها برايماري الكل هالايدز حتى الـ CH3 لما تربط بأكس ما هي هاي مش رابطة بكربونات ثانية في بعض الكتب بتسميها مثل هالايد وبعض الكتب بتسميها برايماري فهي من نوع الاولي كما بنعتبرها اولي اذا الكربونة اللي حاملة اكس حاملة بكربونة واحدة تتذكروا لما كنا نصنف الكربونات نفس تصنيف الكربونة هلا الكربونة اللي حاملة اكس اذا حاملة كربونتين بسميها ثانوي هاليد الكل ثانوي الكربونة اللي حاملة اكس اذا حاملة ثلاث كربونات او رابطة بثلاث كربونات او ثلاث سلاسل تسمى تيرشري تيرشري الكل هالايدز هلا في تصنيفات ثانية لما ما يكون في عندي بس سلاسل مثلاً لما تكون حلقة بنزين وحاملة مباشرة X حاملة مباشرة X سسميها أرل هالايت هاي من مجموعة الأرل اللي سألتوني عنها بالبنزين أرل هالايت هايها بنزينة وحاملة X سسميها أرل هالايت لما تكون بنزين والكربون اللي على البنزين حاملة X هلأ هاي شو سميناها؟ سميناها لما تكون side chain سميناها بنزل صح؟ لما تكون البنزينة حاملة كربونة وعملة side chain بنزل هادي صار اسمها بنزلك يعني فيه كربونة فيه CH2 فاصل بناتهم بسميها بنزلك هالايت لما تكون الكربونة اللي عاملة double bond هي نفسها اللي حاملة X بسميها فينيل هالايت لما تكون الكربونة اللي حاملة double bond اللي عاملة double bond بين هاي وهاي رابطة بكربونة وهذه الكربونة عاملة X حاملة X بسميها اللي لك هالايت إذن أرل مباشرة على البنزين بنزلك هالايت لأ بناتهم بس كربونة واحدة هلأ بعد double bond على double bond مباشرة بسميها فينيل بعد double bond بكربونة بسميها اللي لك طب إذا كان في أكثر من كربونة هون وهون وهون بنرجع بنسميها إما primary أو secondary أو tertiary حسب عدد ذرات الكربونة الرابطة فيها تمام هلأ بنروح على التسميات في عندي common name لهم لازم أعرف إنه الفلور اسمها فلورايد لكلور كلورايد لبروم برومايد واليود آيوديد هلأ بالcommon name بعتبر إنه X هي الأساس تفرجوا هادي طبعا هم بس كم كم سؤال أو كم أصفة شكل اللي لهم common name والباقي كلهم أيوباك هلأ تفرجوا على هاي واحد اتنين ثلاثة شوكة متماثلة ثلاثية اسمها آيزو صح طيب هادي آيزو إيش ثلاثة ذرات كربون آيزو بروبيل إذن هادي اسمها آيزو بروبيل حسب الإكس اللي هون فلور بنحكي آيزو بروبيل فلورايد ذا كلور آيزو بروبيل كلورايد برومايد آيو دايد حسب إكس إذن بس بتفرجوا على الشكل إذا إلو common name خلاص ممكن أسمي هاليد الألكل بي common name تفرجوا هاي شوكة ثلاثية غير متماثلة أربع ذرات كربون اسمها سكندري بيوتيل سكندري بيوتيل شو حسب اللي هون برضو فلورايد برومايد كلورايد آيو دايد نفس الشي تيرشاري بيوتيل برومايد فلورايد كلورايد حسب إكس هادي هادي ما أخذنا هادي ما كناش نسميها بال common name هادي كربونة واحدة رابطة بإكس هادي مثل مثل كلورايد مثل برومايد مثل فلورايد اللي بدكية وهادي نفس الشي إثل ذرتين كربون وحاملة إكس فقط هدول اللي لهم common name وباقي الأسماء لهم آيو باك طبعا هادا إلو آيو باك نعم دور على أطول سلسلة ثلاث ذرات كربون والإكس على اثنين اثنين مثلا اعتبر كلور اثنين كلورو بروبان هادي أربع ذرات كربون بيوتان على اثنين في اكس اثنين مثلا بروبان اثنين أسفل برومو ها ما نسميها كلورو فلورو برومو آيوودو اللي عينها مش common اثنين برومو بيوتان وهكذا بنكمل تسمية عادية بندور على أطول سلسلة وبنرقم شان بنشوف حسب الأقرب إلى التفرع طبعا مائلها أولوية على اكس مائلها أولوية على اكس على أسفل على آر فرجوا لهذا المثال حطت هون ثلاث أمثلة بس شان أذكركم فيها لأن أخدناها قبل هلا هون رينج وفيها اثنين على الكلور نعنصر كالكربون ويود حسب الأقرب إلى التفرع لازم أبلش من هون لأنه هادي واحد واحد ثلاث ما بينفع أكتب واحد ثلاث ثلاث صميشا أعلى طيب هلا صارت عندنا واحد فاصل واحد دايكلورو ثلاثة أيودو سايكلوهيكسان انتبهوا أنه هادي ما فيها جوتها دائرة يعني هادي مش بنزين طيب هون بدور على أطول سلسلة بنتان بنتان عليها مثل عليها برومو هلا إلا الأقرب إلى التفرع ببلش عاد من هون هاي اثنين وهاي ثلاث بس البي إلها أولوية بالتسمية لأنها أول بي بي بعدين ام فبسمي ثلاثة برومو اثنين مثل بنتان حسب التهجئة بي و ام وأقل ثميشا هون عندي مثل ويود ايودو هلا هدول إلهم نفس البوزيشن تفرجوا هلا هادي ام وهادي اي الاي تيجي قبل إذا تاخد الأولوية مش لأنها اكس لا لأنه سأحرفها الأبجدية بالأول فصفت هادي اتنين ايودو خمسة مثل وست ذرات كربون هكسان تمام بنروح على صفحة خمسة في عندي الخصائص الفيزيائية لهاردات الألكل هاردات الألكل فيها اكس طيب هلا الكهروسلبية لأكس مختلفة عن الكهروسلبية للكربون فإذا هون في عندي قطبية إذا المركب فيه ثنائية القطب وحنا حكينا أنه الرابطة ثنائية القطب أعلى من رابطة الالكانات العادية أو الألكين أو الألكاين فهلا أي ذر أي مركب مثلا خلينا نحط مثال CH3 CH3 طبعا هذا موجود بالكتاب والCH3 CH2 وكلور مثلا تمام هلا من أعلى درجة غليان أكيد هاي لأنه لأنه الكلور هون عامل قطبية هون ما في قطبية هون ما في ثنائية القطب هون في ثنائية القطب إذن هذه درجة الغليان ها أعلى إذن إذا نفس عدد ذرات الكربون وفيها اكس واحدة فيها اكس والتانية ما فيها بتكون الدرجة الغليان الأعلى للي فيها اكس تمام النقطة الثانية اللي بنحدد عليها الخصائص الفيزيائية اللي هي طول السلسلة تمام كل ما زادت طول السلسلة مثلا فرضا هون أنا عندي واحد نين ثلاث أربعة خمسة هون كلور وهون واحد نين ثلاث أربعة خمسة ستة وهون من أعلى درجة غليان كل ما زادت مساحة السطح كل ما زادت درجة غليان المركب تمام بعدين تشوفي عنا في عنا حسب الحجم إذا اختلفت عنا الألكل هالايتز الأكس يعني هاي هون فيها يود ونفس المركب فيه بروم ونفس المركب فيه كلور مين أعلى بقول لي إذا كان طبعا نفس عدد درات الكربون بقدرش أقارن إذا كانت عدد درات الكربون مختلفة وإكس مختلفة هلا بحكيلي كل ما زاد حجم إكس كل ما زادت درجة غليانه طبعا شو بعرفني حجم إكس كيف بزيد إحنا عنا حافظينها من أيام ممكن عاشر أو قبل فلور كلور بروم يود هيك ترتيبهم بالجدوية الدوري وكل ما نزلنا لتحت بزيد الحجم فأصغر واحدة الفلور وأكبر واحدة هيك كنا نرسمهم أكبر واحدة اليود إذن أي مركب فيه يود بديكونوا على درجة غليان أقل منه البروم وأقل منه الكلور حسب الترتيب إذن هادول بهذا الشكل كل ما زاد حجم الهاليد كل ما زادت درجة غليانه تمام إن شاء الله تكون سهلة هلا بنروح على تفاعلاتها تفاعلاتها بلشت من سلايت 6 أو صفحة 6 أسفة تفاعلاتها جداً سهلة ومرت علينا أشياء قبل بالألكانات هلا بقول لي تتفاعل مجموعة التفاعلات إحداها الاستبدال سبستيوشن أو الاليمينيشن الحذف أو تحضير جرينيار تتفاعل جداً مهم خاصة في الألديهاد والكيتون في الكحولات يعني وآخر شيء اللي هو الاختزال هلا بدي أبلش ب لازم أعرف إنه إذا بدي أعمل نيوكلو بدي أعمل عمليات استبدال لازم يكون الضرة أو الشيء اللي بدي أستبدله بدي أستبدل نيوكلوفيل بدي أحط مكانها نيوكلوفيل يعني بدي أشيلها وأحط مكانها نيوكلوفيل نيوكلوفيل هو بار عن شيء شحنته سالبة نيوكلوفيل تفرجوا هدأ اسمها نيوكلوفيل هادي موجبة وهادي محب إذن محب الموجب لازم تكون شحنته سالبة إذن بدي أشيل أكيد أكس لأنها سالبة بدي أشيلها أحط مكانها إشي سالب أول تفاعل اللي هو لما يكون في عندي هاليد ألكل وأحط معه أو أش سالبة أو بحط مصدر لأو أش سالبة مثل شو مثل المي الأش تو أو هي عبارة عن أش أو أش وين السالب فيها الأو أش أو الكي أو أش إن أي أو أش هادي القواعد كلها فيها أو أش سالبة فهذه الأو أش بتطير الأكس وبتحلمك حلها طبعا مهم جدا تعرف إنه الاستبدال بتحب تكون primary alkyl halides هاليد الكل أولي يعني الكربونا اللي حاملة أكس مش رابطة إلا بكربونا بتعمل استبدال لأنه الثانى والثالثة بيعمل حذف هاي مهمة تمام طب شو بدو يصير معي إذا شلت اكس وحطت مكانه أو أش بيطلع معي كحول بيونتج معي إشي اسمه آر أو أشو مكانة آر تمام هلا التفاعل التاني برضو بالاستبدال لما يكون في عندي آر إكس وأحط معه مصدر لسيانايد سيان ماينوس أو لما يكون على شكل مركب ن اي سيان طبعا إحنا عارفين أنه السيان هاي عبار عن كربون تريبل بوند ان ورابطة بهذا الشكل اللي أخذناها بالبيو كيم اللي هو التسمم بالهايدروسيانيك أسب تذكروها الاتسيان السامة اللي بتعمل استطالة ل سلسلة الكربون بالسكر طبعا هذا شو بيعمل مباشرة بس بنجيب السيان بنحطها مكان اكس وبتطلع على شكل آر سي ان التفاعل اللي بعده لما يكون ألكلها لايدز بهذا الشكل وأفاعله مع ن اي او سي اتشي ثري أو او ار نفس الاشي الان اي دايما موجبة ال او سي اتشي ثري سالبة بدخل السالب مكان السالب طبعا هادي اكس دغري بتطلع مع الاشي اللي ضل يعني هاي بتطلع مع الان اي عشكل ان اي مثلا سي ال نحكي شو بينتج عندي بينتج عندي آر أو سي اتشي ثري هذا بسمي ايثر رح ندرسه بمحضرات الجاية طيب كمان مرة تفاعلي بعده آر اكس بفعله مع امونيا تفرجوا الامونيا هي بارة عن نايتروجين اتش و اتش و اتش طلع هاي موجبة هادي بتصفي سالبة بتصير بنحطها مكان الاكس بتصير آر ان اتش تو ايش هذا امين طب يمس بصير بس ان اتش ثري لا ممكن تكون ان اتش تو و اش تاني محا ان اتش و اش تاني محا المهم يكون محا على الاقل هايدروجينا طبعا بيختلف الناتج اذا كانت اتش تو بدي يطلع سيكندري امين اتش اتش وحدة بدي اطلع تير شري امين هذا مش بطلوب منك هلا بالناتج او بالمركبات الامين رح ناخدها تمام هلا اخر تفاعل اللي هو rx لما افاعله مع na x شو يعني هادي استبدال x مكان x يعني بدل ما هو مثلا كلور بدي احط مكان يود او بروم تمام فx بتطير x بتصير عندي rx طب اي x عندها القدرة عنها تطلع x لا هلا زي ما حكينا هون حسب الحجم هلا اليود بتقدر تشيلهم كلهم تقعد مكانهم البروم بتقدر تشيل بس الفلور والكلور الكلور بتقدر تشيل الفلور الفلور بتقدرش تشيل ولا وحدة اذا اليود ممكن تستبدل هدول كلهم وتطيرهم وتقعد مكانهم البروم بتستبدل كلور الفلور والكلور بتستبدل بس الفلور يعني الفلور ما بتقدر تتفاعل بهذا التفاعل ما عندها القدرة عنها تستبدل صاحبتها وتقعد مكانها بنكمل من التفاعل بالفيديو التالي